وجهت الحكومة الفرنسية نكستها الأولى في الجماعية الوطنية حيث فقد معسكر الرئيس مانويل مكرون الغالبية المطلقة لإعادة العمل المحتمل بالتصريح الصحي في تأكيد على توازن القوى الجديد داخل البرلمان والصعوبات التي من المحتمل أن يواجهها الرئيس الفرنسي خلال السنوات الخمس المقبلة لتمرير إصلاحاته الرئيسية بمواجهة المعارضة القوية وخلال جلسة صاخبة تخللتها انتقادات كثيرة تبنى النواب مشروع قانون المراقبة والأمن الصحي بعدما حدفوا منه مادة أساسية تنص على إمكان إعادة فرض التصريح الصحي لدخول أراضي البلاد وذلك في حال تسجيل ازدياد كبير بإصابات كوفيد-19 وفيما أيد 195 نائبا المادة الثانية عرضها 219 بعدما حشد نواب التجمع الوطني اليمني المتطرف والجمهوريون اليمينيون غالبية أعضاء الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد اليساري أصواتهم ضدها ورغم رفض المادة الثانية تم تبني مشروع قانون المراقبة والأمن الصحي في قراءة أولى في المجلس بغالبية 121 صوتا مقابل معارضة 187 صوتا وامتناع 24 في التصويت النهائي وتراهن سلطة التنفيذية حاليا على الجولة الثانية من التصويت داخل مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان ترجمة نانسي قنقر